السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بمحضراتكم في فيديو جديد محكمة العدي الدولة النهاردة اصدرت قرارها في اه الدعوة المرفوعة من جنوب افريقيا ضد اسرائيل واتهامها بارتكاب جرائم او اعمال تؤدي الى ابادة جماعية قرار المحكمة النهاردة ان الاعمال اللي بتقوم بها اسرائيل قد تؤدي الى اه ابادة جماعية وبالتالي هي بتحظل اسرائيل ان هي لازم تخلي بالها من تصرفاتها علشان الاعمال اللي بتعملها ما تقديش الى اه حرب او الى ابادة جماعية الحاجة التانية لازم تخلي بالها كويس قوي من تصرفات الجيش بتاعها علشان تصرفاتهم وهم بيدفعوا عن نفسهم ما تتحولش الى ابادة جماعية فهم من حيث المبدأ قبلوا الدعوة يعني شايفين ان فعلا كلام جنوب افريقيا او الدعوة المرفوعة بالفعل مهمة جدا هم وافقوا عليها وشايفين كده مبدئيا ان اللي بتعمله اسرائيل في حق غزة تحديدا الموقف الانساني قد يؤدي الى جريمة ابادة جماعية وبالتالي ادهم التوسيطين دولف الامر التاني امهله اسرائيل شهر علشان يعدوا تقرير وافي بالاجراءات اللي اتخذوها علشان خاطر ما يقربوش من موضوع الابادة الجماعية او يهربوا من فكرة تهمة الابادة الجماعية وحاجة تانية لازم وهنا برضو ده مفروض زي ما هم نبهوا عليهم ان هم يبدأوا يتابعوا اعمال الجيش الاسرائيلي في غزة لازم يتابعوا تصريحات المسؤولين في غزة اللي بيتهموا الفلسطينيين باللا انسانية والنطة دي برضو مهمة جدا كده دول الامرين المهمين جدا لكن خلينا اقولك ان اجمالا مفيش وقف اطلاق نار وده حاجة مش حالوة انا بالنسبة لي شايف ان برضو القرار فيه ميوع شوي لان في النهاية هو بديله شهر كامل يعربت براحته بس لكن فيه ادانة فيه ادانة واضحة اللي بيحصل وفيه تصديق لرواية جنوب افريقيا وده برضو في حد ذاته حاجة كويسة جدا لكن مفيش وقف اطلاق النار بس هنا بقى فيه جزء مهم الجزء ده مش بس ادانة الاسرائيل ده كمان ادانة لكل من وقف خلف اسرائيل ادانة لكل الدول الكبيرة جدا الدول العظمة اللي دعمت اسرائيل فالحكم ده برضو صادر ضدها وفي حقها ده جزء الجزء التاني بقى وده المهم ده فرصة ذهبية لكل الحكام العرب او الخاونة العرب ان هم يحاولوا يستغلوا القرارات دي بشكل ايجابي وهو التأثير والضغط على اسرائيل قبل كده كنا بنول اسرائيل ما بتسمحش والوضع الانساني دلوقتي محكمة العدل الدولية بتلزم اسرائيل بتغيير الوضع الانساني في غزة للافضل فما المفروض يعني المفروض على الدول العربية والتحديدا الخنزير بتاعنا السيسي يبدأ يتحرك في انه هو يعني يدفع بقوة لابد من ادخال المساعدات بشكل غير مشروط وساعتها تقدر توري العالم اسرائيل بتعمي ليه وانت نفسك تقدر تدين اسرائيل قدام العالم وتقول قادي اسرائيل ما بتسمعش الكلام انا عايز ادخل حتى جاهزة هم اللي منعين فدي فرصة زهبية علشان تبقى بني ادم انت او حتى باقي الحكام العرب المتواطئين تماما مع اسرائيل بس لكن انا القرار بالنسبالي يعني ماشي كويس بس نتمنى نستغله صح وبرضو في حاجة تانية مهمة جدا 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 ليكم اا والكل الناس اللي كانت بتنشر عن غزة وبتبلغ عن غزة لا العالم كله شاف قضيتنا ولولا ان العالم شاف قضيتنا اا وشاف قضية غزة وقضية الحق ونصرة الحق صدقونا يا جماعة كان القرار ده كان هتريمي في الزبالة ما كنتش هتسمع قرار زي ده اصلا ما كانتش دعوة زي بتاع الجنوب افريقا دي اصلا ممكن تتقبل من بابها كده هاي لهم لا يا جماعة الكلام ده بطوله كلام مالوش علاقة بالواقع ولا بالمنطقة انما عشان كنا بنقول الشير وانك تصور وتبعد وتشير وتكتب وتتكلم وتنشر وهنا 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 ده عام الرأي عام عالمي وكانت نتيجته النهاردة اصمرت وان كان مش دي النتيجة المرجوة لكن ده احنا ده اسرائيل يا جماعة ده الصهاينة ده الحركة الصهيونية العالمية او النظام العالمي الجديد يعني بيتهز بيتلخلخ كده طيب خير لعله خير ان شاء الله وان شاء الله الجاي افضل ونتمنى ان احنا نستغلل الحادث دوت افضل استغلال سلام نشوفكم في فيديو جديد